ايه رأيك في تعيين جوزفالدو فريرا مديرا فنيا للزمالك هل لازلت ترى ان جوزفالدو فريرا مدير فني كبير ولا شايف ان في معوقات ممكن تصعب مهمته ونجاحه مع الفريق القبيل لو تسألني انا عن الفكرة العامة بتاع الزايد بتختار مدرب انت بتحط شوية احتياجات وبعدين بتحاول توصل بيها لانسب اسم متاح في السوق قدامك انك تتعقد معاه الحاجة الاولانية ان يكون فيه سابقة نجاح سابقة نجاح مش لازم تكون معاك كزمالك لكن في نفس الوقت لازم يكون الراجل ده قدم حاجة ممكن يكون مدير فني مميز جدا فيه ادارة قطاعات الناشئين او مدير فني مميز جدا على سبيل المثال في التعامل مع النجوم او مدير فني متخصص في الكرة الافريقية زي اربي رينار على سبيل المثال انت بتختار المناسب والملائم ليك الزمالك بما انه في منتصف الموسم وبما انه في وضع محتاج تدخل عاجل ونجاح سريع راح للمدرسة الاولى اللي هي الخاصة بان حد يكون عارف الاجواء عندي كويس وبالتالي ابتدى يدور فيه الاسامي المطروحة امامه وابتدى يشوف مين اقرب حد للمدرسة دي الحاجة التانية سابقة نجاح في ادارة مجموعة من النجوم لان الفريق دلوقتي مليان نجوم كبيرة جدا من عندها افكار مختلفة لكن كلهم صف اول نجوم صف اول كلهم لعبين دوليين او اغلب قائمة الزمالك فيها منها عدد كبير جدا من اللعبين الدوليين وجوزالدو فريرا بكل تأكيد هو عنده قدرة الكبيرة على التعامل مع النجوم اعتقد ان التحرك ناحية جوزالدو فريرا كان من التحركات السريعة الجمهور ربما يؤيدها طيب اكيد 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 فيه ناس كتير بتسأل بس جوزالدو فريرا دلوقتي عنده 75 سنة هل لازال جوزالدو فريرا قادرا على قيادة الزمالك في هذا العمر المتقدم خلونا هنا نقف وقفة ونبتدي نتكلم عن ان كل مدير فني ليه مدرسة في الشغل فيه مديرين فنيين بيحبوا يكونوا هم كل حاجة في التدريب بمعنى انه هو اللي بيشرف على كل تفاصيل التدريبات النوعية دي على سبيل المثال منهم كارلوس كيروش المدير الفني المنتخب مصر لكن في مدرسة تانية من المدربين مع الزمن تحديدا لما بيتقدموا في العمر بيبتدي تخصصهم يكون ادارة والاشراف على فريق عمل من تحت ايده فريق عمل يساعدوا في تدريب الفريق جوزالدو فريرا من رحلته الاولى كان سر نجاحه الرئيسي ودي معلومة من داخل نادي الزمالك كان سر نجاحه الاصلي ان معاه مدربين مساعدين ممتازين والمدربين المساعدين الممتازين كان هو بيودرهم بكفاءة كبيرة وبالتالي هو وكريستان جراس على سبيل المثال من انصار المدرسة دي المدرسة بتاعت ان انا مدير لمجموعة من العمل مجموعة من المدربين بيشرفوا هم على العمل وبالتالي اعتقد ان السن مش هيكون عائق امام جوزالدو فريرا الاشراف على مجموعة عمل جيدة هو مختارها علشان خاطر يبتدي رحلة التدريب حاجة تانية انش دالدو فريرا هو البروفيسور احنا بنتكلم على واحد هو لقبه البروفيسور والرقب البروفيسور ده مش جاي من فراغ احنا بنتكلم على حد رحلته طويلة جدا في كورة القدم اولا هو كان واحد من الناس اللي بتشرف على التدريب وتعليم المدربين والشهادات الاكاديمية بتاعتهم واحد من الناس دي بالمناسبة كان جوزي مورينيو ولو انه دخل في صدام مع جوزي مورينيو لاحقا والقصة دي اعتقد معروفة لجمهور الزمالك من الولاية الاولى لجوزالدو فريرا ان فريرا في الدوري البرتغالي لما كان بيعمل مديرا في الدوري البرتغالي دخل في صدام مع جوزي مورينيو لكن لا انا عايز اقوله ان الراجل ده هو صاحب مدرسة كراوية كبيرة الراجل ده واحد من الناس اللي بيطور شغل التدريب في البرتغال وكان سبب من اسباب ظهور عدد كبير جدا من المدربين المميزين في الساحة من البرتغال وبكل تأكيد احنا عارفين ان البرتغال قدمت لعالم كرة القدم اسماء كبيرة جدا في التدريب